موسيقى حياتي قبل البزنس كانت يمكن حياة شوية تقليدية كنت في مجال التطوير الإلكتروني ومجال الإنترنت كنت بشتغل في بعض الجهات الحكومية وكان مجال تقليدي زي أي مجال يعني روح الدوام وتعالمي الدوام ورجع البيت ولكن ما كان في الأحلام الكبيرة اللي من أجلها انضميت أنا للبزنس صراحة كانت قصة يعني ممتعة جدا بالنسبة لإنه كيف أنا دخلت للبزنس من خلال ابن خالتي كان تكلمني بالبزنس قبل سنتين من ما انضميت وأخذني وقت طويل لغاية ما أستوعب الفكرة لأنه إحنا كنا ناس قريبين من بعض جدا يعني في هذهك الوقت ولكن بعد سنتين لما أنا شفت التغيير فيه وشفت الحماس فيه وشفت كيف إنه كثير من الأشياء اتغيرت في حياته للأفضل هذه هي كانت اللحظة اللي أنا قررت إنه مع ابن خالتي أقرر إنه أبدأ معه وهو الآن ما شاء الله يعني من اليوم اللي بدأ فيه لغاية اللحظة هذه تطورات كبيرة جدا وأكيد هو معروف لنا كثير من الناس هو الـ ABP بن عباس هو ابن خالتي فلما كلمني بالبيزنس أول مرة معه وصلت الفكرة تماما ولكن ثاني مرة هذه كانت اللحظة اللي فعلا كان فيها اتخاذ القرار مروان قبل البزنس كان ممكن يكون مروان الدايمن سلبي مروان الدايمن بيفكر في لحظة معينة باللحظة اللي هو فيها الآن ما بيفكر في المستقبل بيفكر في نفسه بس ولكن مروان تالودي الآن في كثير من الأشياء اختلفت ولكن أقدر كلها أحطها في جملة واحدة هي طريقة التفكير اختلفت تماما مما أدت إلى اختلاف في كثير من الأشياء يعني مستحيل أنسى اللحظة اللي عملت فيها أول كوميشن ودائما في البداية الواحد يسأل نفسه هل هيقدر ينجح يعني كنت أسأل نفسي هل حقدر أنجح في المجال هذا هل حقدر أعمل دخل فأول لحظة استلم فيها أول عمولة هذه كانت لحظة لا تنسى كانت لحظة فيها تغيير جذري في طريقة التفكير وبعد كده في كثير من المواقف أنه كيف لما يكون شخص فعلا من لا شيء يقدر يوصل لطموح معين يشتري مثلا سيارة أحلامه من الشركاء أو الداون لينس أو لما يشتري البيت حقه هذه اللحظات اللحظات صعب جدا أنه الشخص يقدر ينساها أنه بعد الله سبحانه وتعالى هو كان سبب في تغيير شخص تاني للأفضل أنه يقدر يوصل برضه هو الأفضل هذه اللحظات مستحيل أنها تتنسى يعني بعد كل الإنجازات اللي احنا بنتكلم عنها الآن أنا ما بعتبر هذا نجاح لأنه النجاح لسه مشوار طويل وكل لحظة بكتشف فيها أنه لسه قدام كثير من الأشياء المفروض أنا أوصل لها فبالنسبة لي اللحظة اللي أنا أقول فيها أني أنا نجحت هذه يمكن تعتبر أول خطوات الفشل بالنسبة لي النجاح هو كيف أنه أقدر أساعد أكبر عدد ممكن من الناس أنه هي تنجح النجاح هو مش نجاح فردي شخصي لي أنا لأنه الشي اللي أنا تعلمته في صناعاتنا هذه أنه النجاح هو نجاح المجموعة هو نجاح الآخرين الناس اللي بتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى علينا إحنا أنه كيف نقدر نساعد شو كان هذولا والدون لايس أنه هم برضو يقدر يوصلوا لأحلامهم فلما هم يوصلوا لأحلامهم أقدر أنا يعني أعتبر نفسي أنه بدأت أوصل إلى مراحل النجاح الليجاسي أو الإرث الطيب اللي أنا حاضر أنه أتركه رقم واحد أنه يعني أخلي أسرتي ما تكون محتاجة لأي حاجة هذا من النطاق الضيق يعني كأسرتي والشي الثاني أنه كيف تكون حاجة تمشي للمستقبل من غير ما توقف يعني من غير ما أنه توقف تكون بشكل سيستيماتيك أنه يكون فيه كثير مزيد من الأسر ومزيد من البشر برضو تقدر تتغير للأفضل 180 درجة وهذه هي الرسالة اللي إحنا في البي بنوصلها المسيج أو رسالة الداتو سري في جايش وران أنه كيف يلمس مليار قلب أنه كيف المسيج هذي كيف الفرصة هذي توصل لمليار شخص فكيف أنه أنا برضو أقدر أساهم في أنه تباس المسيج هذي وهذه هي اللقس اللي أنا أحاول أن أتركه ترجمة نانسي قنقر